يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة من إمبارح منذ خروج بيراميدز من الكونفيدار الأفريقية يتحدث الناس عن تصريحات الكابتن إيهاب جلال الذي تحدث فيها عن أن منتخب مصر معاه يعني مش هيلعب في نفس الملاعب دي وأن منتخب مصر مش هيلعب قدام نفس الحكام دول دي تصريحات وانا كلمت مع حلقكم فيها إمبارح بس فيه كثير من المبلغة في انتقاد الرجل والتصيد للرجل الأول تعالوا لمسك حكاية الكابتن إيهاب جلال في رأيي لو يسمح يعني الكابتن إيهاب جلال هو عليه ضغوط قريدي عليه ضغوط زي زي أي مدرر مصر هيمسك منتخب مصر هيبع عليه ضغوط قبل ما يشتغل ما يزودهاش بتصريحات يعني يستحسن أنه يبتعد تماما تماما عن هذه الضغوط عشان ما يحمدش نفسه ضغوط أخرى بدون داعي وهو زاكي كابتن إيهاب جلال من المدربين الأسكية جدا تحديها في تصريحاتهم وهو قليل الكلام جدا فما يركس مع الناس اللي بتنتقد أو الناس اللي بتحاول تهد قبل ما احنا نروح ونبني فما يركس معه ده إنه جزئية الكابتن إيهاب جلال جزئية بتاعت الجماهير فكرة التشاؤم الشديد من البعض حول الكابتن إيهاب جلال لا وارد جدا الكابتن إيهاب جلال ينجح إن شاء الله ينجح وارد جدا ينجح وهديك دلائل لما جبت كالوس كيروش كان عندك أمال عظيمة وكبيرة منذ الأعلان رسميا عن تعيينه ويعني ما كسبش بطول أنا في رأيه طبعا هو عامل أداء رائع أنا دايما مسجل للرأي ده أداء رائع كنتائج يعني خفير أجيري كان عندنا أمال وطموحات كبيرة معاه أول ما تعيين وقلنا ساعتها إنه الأداء يحلوه بقى المنتخم مصر أفضل من الأداء بتاع هيكتور كوبر وأجيري هياخد منتخم مصر في حتة تانية وأجيري ما نجحش خالص لا على مستوى النتائج ولا على مستوى البطولات كانت تحصل شحاته نفسه لما تم تعيينه مديرا فنية لمنتخم مصر تم انتقاده كثيرا جدا ويتقال إنه مدير فني مجرد مدير فني الفريق درجة تانية أوه صحيح عمل إنجاز مع فريق مكهون العرب ولكن هو ملوش خبرات كبيرة ومش هينجح مع منتخم مصر ونجح نجاح باهر مع منتخم مصر فمش شرط توقعاتنا مش شرط تفيرك إنه المدرب حجم إنجازاته السابقة هي اللي تخليه ينجح ولا لأ ده يحصل مع الكابتن آياب جلال ممكن ينجح نجاح باهر وإن شاء الله ده يحصل عشان هو رجل عنده خبرات رجل عنده فكر رجل عنده شخصية رجل بيعرف يعمل أداء محترم في كل الأحوال كل التوفيق للكابتن آياب جلال نهدى شوية عشاننا منتخم مصر بالنسبة لنا كلنا منتخم مصر فعايزينه ينجح وعايزين كابتن آياب جلال ينجح عشان هو اسمه المدير الفني لمنتخم مصر